وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنصيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة توجيه الرئيس السيسي جاء خلال اجتماعه مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مصطع إبداع للرخام اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنصيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنصيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحادثة